إذا بترجع بتستعيد التصريحات اللي كان يدلي فيها السفير السعودي بعد عودته إلى لبنان عشية الانتخابات بالـ 22 إلى ما قبل الاتفاق السعودي الإيراني كان الخطاب السعودي واضح بالتحديد ولسيما بالقول وقال السفير البخاري بتصريحات علنية أنه لا نقبل بمرشح لقوة 8 أذار إذا بترأي بتطور الموقف السعودي على مدى تقريبا سنة يعني عمليا مثل هلأ رجع السفير السعودي على بيروت يعني عشية الانتخابات على مدى سنة في تطور بالموقف السعودي تطور الأخير هو صار بالخطاب أو الشي اللي قاله ضمن اللقاءات اللي عملها يلي كان جزء منها رسمية مع مراجع سياسية ومع مراجع روحية وبالجولة اللي عملها ده بدنا نسميهم حلفاء السعودية في لبنان واضح أنه القول أنه لا فيتو بلسانه يعني بشكل واضح اعتبروها كل الفريق الثماني أذار يعني اعتبروه أنه هذا الشيء حتى الفرنسيين يعني وهذا حكي يعني بلغوا الفرنسيين لمراجع لبنانية أنه هذا الشيء اللي صار يعتبر تقدم ولكنه ليس كافيا بالموقف السعودي بس ولكن ممكن البناء على هذا الموقف طبعا عم نقول لتطور الموقف السعودي أين كان الموقف السعودي وأين أصبح اليوم وهذا الشيء يعني لمسه الرئيس بره بشكل واضح يعني بالحوار بينه وبين البقاري وكمان بالتواصل المفتوح بين المرادة وبين الفرنسيين بس هلأ يعني بالمعنى العملي حلفاء السعودية في لبنان إذا بدهم ياخدوا موقف شو بيعملوا يعني هل بيكون في ليونة يما بيكون في مطرحهم وقفين شو بيعملوا السعودي واضح يعني عم بيقول أنه أنا ما عندي مرشح لن يكون عندي مرشح ليطفق اللبنانيون على المرشح اللي بدوني قال لبعض الحلفاء لألون حلفاء سعوديين قال لهم يعني إذا بدك ثلاث شغلات أول شغلة أنه المسار السعودي الإيراني مسار ثابت لا نريد لبنان ساحة اشتباك بين السعودية وإيران يعني عمليا المجلس الوطني للاحتلال الإيراني بطل الوظيفة بدو يتلقاله وظيفة تانية ما حدا يعول على السعودية تكون راف على أي حدا بدو يعلي سقفه أو يحط حاله بمواجهة إيران قال لهم أنه بشار الأسد عائد إلى الجامعة العربية هذا قرار سعودي من ضمن سياقل وعلاقة وأنا هون بس بين المزدوجين يعني موضوع الذكر الأرار 2-2-5-4 أنا رأيي يعني قلتها سابعا أنه ما لم يعطيه الأسد بحرب سمرة 12 سنة ما رح يعطيه هلأ بس هل هذا الشيء اللي بدو نياه العرب منه لبشار الأسد أنا بعتقد مش هذا الشيء اللي بدو نياه شو بدو نتحق بدو منه مواضيع إلى علاقة بالدرجة الأولى موضوع النازحين بدو منه موضوع الكابتاجون بدو منه اعتبارات أمنية جدوى الأعمال أمنة وإلو علاقة إنسانية إلو علاقة بالدرجة أنا رأيي مش سألنين نهائيا على موضوع التسوية السياسية ورؤيتهم لسوريا بالمستقبل بالعودة للموقف السعودي يعني حلفاء السعودية كيف رح يتصرفوا بالملف الرئاسي كل حدا رح ينترك لحريته ولا كيف لا هل هذا ما عم نقول الغير كافي وإسلامية فرنشية كان عم بقوله أنه أنا إذا ما كان في موقف سعودي واضح ما رح فوت قال لك يا هلا قال لك يعني قال لأنه ما رح روح على جلسة في تحدي للسعودي هل هذا الشيء اللي عملوه السعوديين كافي تيدعي رئيس المجلس إلى جلسة أنا سألت الرئيس بري سؤال واضح هل ستدعو إلى جلسة بهذا المجال كان جوابه لا لن أكرر ما هذا للتحجزة للجلسة عمليا عندما أدعو إلى جلسة رح تكون عمليا جلسة انتخاب جلسة انتخاب مباشرة إذن بالمدى المنظور بالمدى المنظور ما في جلسة أنا بعتقد أيار صار وراء ظهرنا عندك القمة العربية وعندك الانتخابات التركية بنا نرأي بالمشهد عمليا بالشهرين المقبلين خلال شهرين حزيران وتموز بس كيفي ناس عم بقولوا أنه بخمسة عشر حزيران رح يكون عنا رئيس يعني اسمعنا مواعيد ضربت في كتير حكي عن هذا الموضوع ليس دقيق في وجهة نظر هي وجهة نظر محلية وإذا بدك تعتبرها جزء منها خارجي أنه فليكن موضوع حاكمية نفصل بين الحاكمية وبين موضوع الرئاسي الجمهورية وفي رأي تاني عم بيقول لك لا يعني الأمريكان من دعاة الفصل بين اثنين وفي رأي تاني عم بيقول لك فليكن موضوع الحاكمية قوة دفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية لأنه لا يجوز أن يأتي حاكم على المصرف المركزي قبل انتخاب رئيس الجمهورية